وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا محمد عبد الرازق باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أستاذ محمد بعد أتحية الجهود المصرية تتواصل عبر العديد من اللقاءات والاتصالات للرئيس عبد الفتاح سيسي لدعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث بقطاع غزة برأيك كيف ترى المشهد خلال الساعات والأيام المقبلة؟ أهلا بحضراتك وأهلا بأستاذ المجهدين بداية الجهود المصرية المتستفى والحكيسة للتعامل مع تداعيات التفعيد الجاري في قطاع غزة منذ عملية التوفان الأخطى في 7 أكتبر الجالي هي جهود كبيرة وخاملة أتمدت على ثلاث محاور أساسية النحور الأول هو اعتبار إدخال المساعدات الإنسانية أهمية عاجلة وخورية لقطاع غزة في ضوء الحصار الذي فرضته إسرائيل على المواطنين في قطاع غزة ومنع وصول كافة الإمدادات إليهم وقد حشمت الدولة في هذا الإطار كل جهودها لتحقيق هذا الهدف من خلال حجب المساعدات الإنسانية لإدخالها عبر معمر رفح بالإضافة إلى اعتبار مطار العريش الدولي وهو نقطة تدامة لكافة المساعدات من الدول والنظامات الإقليمية والدولية الراغدة في تقديم المساعدات إلى المواطنين في قطاع غزة بالإضافة إلى تجهيز المستشعات في شمال سيناء وتجهيز كافة المساعدات التي يمكن أن يحتاجها المواطنون في قطاع غزة وقد شامل هذا النحور موقف ثابت وأساسي عكس الرؤية المصرية لما يجري وهو رفض إجلاء الرعاية الأجانب من قطاع غزة إلا بعد إدخال المساعدات أو أن يعمل معبر رفح في الاتجاهات لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مع إجلاء الرعاية الأجانب من القطاع النحور الثاني هو تأكيد الرفض القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال الاستهداف الغاشم الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة سواء من خلال دفعهم إلى النزوح إلى منطقة ودي غزة أو إلى جنوب غزة أو بهدف تهدير مواطني غزة بعد ذلك إلى سيناء أو ما شابه وهو ما يحقق في النهاية الأهداف الإسرائيلية المتمثلة في تصفية القضية الفلسطينية واعتبارها قضية بلا شعب وهو أمر غير مقبول لا من جانب الفلسطينيين ولا من جانب الدورة المسرية أما المحور الثالث وهو تكتيف الججود الرامية إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحجد الججود الدولية لاستئنات في عملية السلام وهو ما يتمثل منذ اندلاع تصفية في الاتصالات المكثفة التي أجراها المسؤولون من الدول الإقليمية والدولية والقوى الأقليمية الدولية مع القيادة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك وزير الخارجات المشكري باعتبار الإدراك المتنامي لدى هذه القوى صحيح اسمحي أستاذ محمد يمكن وبالحديث عن الجهود الدولية العديد من الجهات الدولية رحبت بدعوة مصر لعقد مؤتمر دولي لبحث وضع حل من منظور شامل الصراع في الشرق الأوسط كيف ترى فرص هذا المؤتمر وتقييمك لما حاضي به من دعا؟ الدعوة التي صدرت عن اجتماع مجلس الأن القومي لنصري بالأمس لاستضافة قنة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية ربما تمثل اختبارا حقيقيا لشد قنوية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية ومعالجة المشربات الأساسية لجولات التفعيد المتوالية وصولا إلى الجولة الرهنة ربما بادرت عدد من الدول في الترحيب بهذه الدعوة التي صدرت عن دولة لأنها صدرت عن دولة بحجم مصر تمتلك دورا محوريا وازنا في كافة مفردات القضية الفلسطينية ومن ثم ستمثل هذه القمة نقطة أساسية وانطلاقة للتعامل مع القضية الفلسطينية بكافة أبعادها ومحاورها للحيلولة دون تجدد هذه الجولات من التفعيد المستقتلا ومعالجة المسببات التي تؤدي إلى هذه الجولات وربما أهمها هو تحقيق الأهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته ليس من المتوقع أن تكون الطريق إلى تحقيق هذه الأهداف سهلة ولكن الدعوة إلى هذا المؤتمر وعقد هذا المؤتمر بالقاهرة وربما بحضور مسؤولي ورؤساء الدول الكبرى ومنهم الرئيس الأمريكي جوباجن ستمثل خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف صحيح جزيل شكر لك أستاذ محمد عبد الرازق باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كنت معنا عبر الهاتف اشتركوا في القناة